هذا وقد ترأس قدسة البابا طوى درس الثاني بابا الإسكندرية بطراك كرازة المقصية بالكتدرائية المقصية بالعباسية قداس عيد القيامة المجيد وشهدت القدرائية حضورا شعبيا كبيرا لقداس في مظاهر احتفالية بعد انتهاء الصوم الأكبر الذي استمر خمسة وخمسين يوم دقت الأجراس وانطلقت الترانيم ليبدأ معها قداس عيد القيامة المجيد بالكتدرائية المرقصية بالعباسية قداس ترأسه البابا طوى درس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية وعدد من الأساقفة والكهنة والمسؤولين لتقام الصلوات وترفع التضرعات وسط أجواء من البهجة والمحبة بين الحاضرين كل سنة طيبين وكل مصر طيبة وفي أحسن صحة ويا رب دايما نبقى في حال جيد وطبعا يعني الأيام الجميلة اللي احنا فيها ديات ما بين عيد القيامة وما بين عيد الفطر يعني طبعا الكل بيستعد للعيد كل سنة طويلة أن مصر كلها بتحتفل مش المسيحيين بس هم اللي بيحتفلوا يعني مصر كلها بتحتفل بعيد القيامة وإحنا بقى نحتفل بعيد الفطر إن شاء الله مع كل المسلمين زي ما مصر بتحتفل بأعياد المسيحيين عيد القيامة المجيد يعد أكبر وأعظم الأعياد المسيحية لذلك شهدت الكاتدرائية حضورا شعبيا كبيرا لقداس الأحد الذي يتميز بوجود تمثيلية القيامة ومظاهر احتفالية أخرى يستعد لها المسيحيون خاصة بعد انتهاء الصوم الأكبر الذي استمر خمسة وخمسين يوما وينتهي بأسبوع الآلام وقداس العيد فجر الأحد عيد القيامة هو بكر الأعياد المسيحية وهو أكبر عيد عندنا وأهم عيد نحتفل بيه بفرح يعني فرح بيغمر الإنسان من كل جوانبه في كل الألحان والأجراز وتمثيلية القيامة كلها منبع فرح أبروك لمصر كلها والمسلمين والمسيحيين يعني حضرتك شايف احنا في أيام كريمة وأيام مفترجة احتفالات عيد القيامة المجيد واحتفالات عيد الفطر العشر الأواخر ويعني ننتظر ليلة القدر كمسلمين وأيضاً احنا في قرب حلول عيد الفطر المبارك بنقول مصر يعني دي رسالة أنا بظن أنها رسالة إلهية أنها دلالة من ربنا سبحانه وتعالى أن المصريين كلنا واحد عيد القيامة المجيد يتميز بأجوائه المختلفة حيث تتنوع مظاهر احتفاليات القيامة داخل الكنائس والتي بدأت من قبل بأسبوع الآلام مروراً بحد الزعف حتى سبت النور الذي يتم فيه على الجانب الآخر ظهور النور المقدس الذي يخرج من قبر السيد المسيح بالقدس فرحة كبيرة ملأت أرجاء الكاتدرائية المرقوسية بالعباسية احتفالاً بعيد القيامة المجيد وذلك بعد انتهاء الجمعة العظيمة وثبت النور لتتزامن هذه الاحتفالات مع الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك في صورة عظيمة تؤكد ان مصر أرض السلام ومهد الحضارات ومجمع للأديان محمود جميل التلفزيون المصري